مرحبا بكم اهلا وسهلا اليوم عندنا طابق شباب بنين بخيزونطاب الهايل المكونات تتاعو اللو بياخدره ولا ليزاري كوفاغ طيبين نص الطياب طيبتهن في الماء والملح بينسور عندنا بصلتوم تومات سوريز ولا طوماتيش نرمال وبعد نفهمكم كيفاش تديرو بينسور عندنا الزيت بالعبرة هنا يا الزيت حنوري لكم كيفاش طيبو الجاج كوكوت مينوت الماء الملح و الفلفل يستحقون الكثير يجب أن نستحقون الكثير هنا يجوزه طريقة تحضير الجاج كيف نحمره ولا فطن يجرى التحمر حطيت الكوكوت مينوت و الكوكوتة فوق النار تسخن ملي حرميت على هذه الزيت قمت بزوج وريقات رندو و شطبت على الزعيترا يعني دو في دو لغيين و بعد حطيت الكوكوت داي ولا سنينة تثوم و درت بصيلات هنا زوج بصيلات صغار ولا ليزي شالوت اللي عايشين في الخارج عندهم لقو بين الثوم والبصل نحطوهم يتقلوا باش الزيت تشرب بالريحة التحب تولي عندها انقو هذيك الزيت راهي تغلي بيانسور لازم تكون تغلي ونحطو طرف الجاج نتاوعنا على الكوتي يعني الكوتي جيهنت الجلدة نخلوهما بومومو واحد الخمسة دقايقوهما يتقلوا ننسيو نخلو نحركوهم دو تنزنطن باش ما يلسقوا ناش الكوكوت مينوت كي تكون اونينوكس ولا تنجرى اونينوكس تلسق شوية إلا كانت بردة انتو ما احذرو لازم تسخنوها مقبل ولا كانت لا فونت لا لا ما تلسقش دونك نحط هنا يا ثانيت شطيبات انتع خصان انتع المعدنوس ولا كيما نقولو ليتيج دو برسيل اربطتهم بالخيط وحطيتهم يزيدو يطلقو البنا اليوم الجاجت تعنا يطيب فلا كوكوت مينوت خر من نحمروه في الفوق يعني عندو بنا مخالفة مخالفة وتوجوغ نعبرو نص كاس زيت على حسب كاس زيت على الجاج إلا كان درتو الجاج بلوس زيادة ديرو ان ذاغ دويل يعني توجوغ هكذا لكيلي بغ باش مبعدة نعرفون كيلولول ما ندير الملح وندير فلفل كحل هذا واش فيهكم اي بيس يعني ما عندناش حاجة كبيرة لزي بيس هذو هوما النكهة تاع الجاج يشرب الرند ويشرب الزيترا اللي يحب الغوماغة ولا يدير اللي يحب الغوماغة ولا يدير اللي يحب الصوجي يدير يعني هنا يا جاج من الكهة بليزارب بليزارومات هذا هو دونك نخلوه يتقلان بومومو نخلي تلكم مقطع تلكم ش نخليكم تشوفوه اللي يحب تتعلم كيما نقولوه هكذا يا الطياب بتاع التحمر والا باش نحمرو بيال جاج تاعنا اقلبتو وبودو سامينوت ولا بلوس كيتحمر من جيهة من هيك نزيد نحمرو دولو تركوتي والا دونك هنا لازم نار قاوية قاوية فغيمو مليح باش يديرو ذيكلاك خوت ويبقاو الداخل طرايا يربو ناغير ذيكلاك خوت هذا ما كان باش مبعدا نكملو نطيبوه انا وش زدت على هذك اللي زاغومات الاخرين زيدو شوية زيتون كسسوا دين وايوتي ولا نغمال حبيبات بارك عند علبنا عندو ريحة مخالفة مخالفة كيديرو الزيتون هكذا يعني حاجة جديدة ومبعد ريحة نمرق بالنص كاس ما دونك درت نص كاس زيت ندير نص كاس ما درت كاس زيت ندير كاس ما يعني لازم لما ميكيليب يعني لامام كونتيتي ونمخضهم كامل هكذا باش نشوف ما لسقوه ليش يعني فغيمو لازم النار قاويا ومبعدا واش ندير نغلق لا كوكوت مينوت نغلق لا كوكوت مينوت ويلا طيبتو علب كري نقسوه للنار وخلوها تطبخ بالعقل دونك وش يسرى مبعدا هذا كلمة افخص افخص يتبخر ويبقى ذاك الجاج ينقلا في ذاك الزيت ويتحمر ويشرب هذوك لازغومات هذوك يعني يجي واحد الجاج بنين مخالف سختولة درتوه في تناجر تعلا فونت ثاني تيجي هاي نقسو للنار وخلوه انا بوغا كومباني ذاك الجاج وريد تلكم هنية درت ينصوتي حطيت شوية زبدا احا نصوتي هذوك ليتومات سوغيز كيلي تقولي ما عنديش ليتومات سوغيز باسك عندهم بنام خالفة ليتومات سوغيز عندهم نغيا غو سكري يلا ما كانش توفرتش عندكم شدو تماتيش نغمال قطعوها ان كاتخ يعني على ربع براج وديروها كيف كيف يعني هذي كفكرة انا حبيتنا كومبانيه هكذا يا الجاج التاعي انتو ما شوفوا يلا يساعدكم ووالا دونك انا حطيت لوبيا ثانيت معاها وحطيت سنينتهم قطعتهم ان غندال مرحيتهم ما كرازيتهم يعني ان غندال هكذا باش تجيني برك هذك لوغو ونخليهم يتحمسوا في ذيك الزبدا غطيتهم وخليتهم دونك دنيت من هيك الكوكوطة من نارا هم لليجوم ومن هيك وش راني ندير حطيتين سوتوز واحد اخرى شوية زبدة شوية زيت وراني نقلي في بصلة كبيرة رحيتها ومع السنيناته ووالا ندخل توراني نولي لهاديك نشوفها ونحرك هكذا باش ما يلسقوه ليش سمان فالي سوتى هكذا يا هذو كامل مليح كتديرو على فوى طياب هذو المكلة توجد في من باسعة دونك اللي كانت مزروبة اللي عندها يعني ضياف ولا دونك اكتشوفو من الحاجة الحاجة باش تكملو الطابق والا فوى دونك يدهنا يدل هيك الججرا فلا كوكوت هذو كلي ليجوم منا والروز هنا نوري لكم ذيك الاتومات كي بدات الطيب يعني تعسلت فغيمن جات هايلا سوختو كي تكون طيبة مليح وبنينا دونك انا وش نحن ندير من هيك ملحت هذك البصل رايحن طيب غي بيلاف هكاي يقولولو غي بيلاف سي كوا ندير فلفل لك حد بيانسو كي ما كو تشاهدو لغي بيلاف معنتها رايحن حمس البصل والتوم ونديرو يتقلى كيف كيف دونك رايحن حمس الروز مع البصل والتوم نعيطو لو لغي بيلاف بسمالة كويسان تاعو هكذا هو يطبع لازوج حوايج لازوج طريقات طريقة الاولى هذي هي نقولولو لغي بيلاف معنتها طايب بالبصل والتوم نحمسوهم ونديرو كيف كيف يشرب كامل هاذا كليدا انا زدت هنا الكوركم ونبعد نمرقو كي يكون لغي كريول يقولولو لغي كريول سيتادير لغي كريول طايب في الماء غالي نديرو الماء يغلي نديرو لولملح نديرو شوية زيت ونديروه يغلي في الماء دونك كريول كي يطيب في الماء بلا تحمس بلا بصلو ثوم وكي يتحمس مع البصل والثوم كي ما راكو تشاهدو له ونقولولو لغي بيلاف أنا هذو الزوج طريقة تحبيت تعرفوهم باش مالاخرى تسيبوهم لكاش ديسكوسيان ولا تسيبوهم في كاش كتاب تقرأ وغي بيلاف وتقرأ وغي كريول تفهموا الطريقة هنو يوش زيتنا زيتين كوية غاسو بتاع صوصوجا يعني تمدلوش غلقو فومي هذك هذك اللي لغي اللي ما عندكم ش فاكلتاتي فمشيوا بليجي ديرو ومعد زيت شوية فلفل لكحلبر كلملح باسكولا صوصوجا مالحة معالاخره حنزيد ما عندنوسم قطع يعني دي لغي مصوتي يتمشى وامير ذاي مع الروز والجاج محمر ولا انتم كان عندكم ملحم ولا كان عندكم حوتا ولا يعني هذو هو ماليزا اكمبانيوما انتح حاجة غوتي والا راهي يدمنا ويدمنا قلتلكم اليوما الكوزينياخ يعني ما فرغتش مي كين طيبو نطيبو حاجة مليحة وغابيد وبالخف والا الشغول الطياب كي ما نقولو كي السنسلا نبدا واهمل ا للزاد والا ونسيو كيفاش نمشوهم على افوا دونك نبقى نقلي مليح ذاك الروز حتى يشرب مليح يولي تخونسلوسيد يعني يولي تخونسباران ومبعدا نمرقوه نمرقوه ونخلوه يطيب انا نضك نمرقو بالمدافي والا دونك ما ديروش ما بارد وديرو ما دافي وخلاص يعني التمرق دايما يطلع بان سنتيمة خاليه وانا عندي البسماتي هاذاك المليح دونك يحب الماء يحب يشرب ويجي قيس قيس كيتولو تتعلمو العبار سيبو يعني يجي شرب بياه وش راح نزيدلو حبيبات تعلهيل ولا لا كارداموم هاذيك الحبه الشابه عندها ريحات تمشي بزف معا الروز ويلا حبيتون توما ما عندكمش هاذي كديرو الرند كيف كيف يعني لي حب هاذ الروايح فغيمن جي مكلام بطبع شوفو كيت يعني ذاك ذاك طوماتيش ولا لا تومات سوريز طابت بطبع او مبعد في لابخيزنتاسيون شديتين بلاسيات وراح نستف ذاك الروز حبيبات تعلهيل يعني شوفو كي جام زربع جهايل جاسفر بالكركوما يمدلو بنا شاب بالكركوما دونك نستفو فلو فونت على السيات ومبعد نديرو ساير داير اللوبيا دونك انتوما هاذي كفكرة قلتلكم انا هكذا نحب طياب بالويكند كيكونوا مع ولداتنا منسيون طيبو حاجة مليحة انا مشي دايمن الطعام بس كي ولادي ما يحبوش الطعام تلهم الروز و بلوس دو سار روز مليح يعني ما يسمنش بزاف و سوختو لدراري كيكونوا سبورتيف لازم لهم الروز بزاف دونك فوالا انا على طريقتي هاذ البلادرتو جاني فكرة هكذا و شوفو كيخرجوا ليكو لغ شابين دون لغوش و هاوليكم الجاج كيتحمر بطبع بقات غير ذي كزويتة اللي طاب فيها راني نستفو هنا شوفو كيفاش اتحمر و جاي يعني شارب هذو كالروايح يعني واش نقول لكم شاهدكم بالصحة جاربوه و رجعو لي بالخبار دوسة تمانية هايل هايل هذي انا مزمان نديرو هكذا كي نكون نحبا نزرب بما نديروش في الفوغ فوالا انا نزيد نستفو ذوك الزيتو نات اللي طابوث هنطلقوا لبنا مع ذاك الجاجيتو يعني راه ينمكلة تشاهي بالطبع سامحوني لكا نشاهدكم و بعد واش ندير رجعت ذاك ذيك الزيت فوق النار رح ننحي برك هذوك اه ندوز عيترا وذوك الجلود تعال الجاجيتو وش رح ندير فوق ذيك الزيت يعني قدرت مغرف انت عفارينا شغل نخدم انغو انغو بلان ولا انغو بغان لو كنتخلو يتحمر زيادة ايو اللي انغو بغان دونك هنه يا شغل جود غوتي رح ندير دونك حطيت الفارينا حتى دخلها طياب ورميت المازوج كيسان مع الحساب الاصص اللي نستحق ونخليها تخثر فوق النار تقدرو الديقلاسي واذا كنكوية غاسوب واذا كنكوية واذا كنكوية دونك هنه رايح نصفي ووالا نصفي ونخرج كامل هذوك يعني نعصر كامل ذوك الناكهات وهذاك ليسوك اللي طلقهم ذاك الجاج وخلاص يعني عندنا هنه يا انسوس بوغا كمبانيه ولا باش نشمخو بيع الروز نحب يعني حاجة كيما يقولو ماشي ناشفة يعني اليوم طابق هايل ماشي مكلف وبني فيك وفيه قع فيه الخضرة والنشويات والبروتين اللي بروتين هذي هي دونك قلتلكم هنا ذوقت انايا شفتو بلي جاسوا سوا خصو بارك شوية فلفل الكحل على بالكم الجود غوتي كي يجي ريح الفلفل الكحل اللي يجي هايل انا هندير له هذوك اللي سنك بي اللي عندها واللي ما عندهاش هندير غير شوية فلفل الكحل بارك عن ريحه وخلاص يعني طابق تاعنا راهوها جد بالطبع وبشان يعني وويكاند هايل دراري يحبو هذو المواكل دو تونزونطان وشوفو كي راح نديرو فلاسوسياغ هذي كلاسوس وخلاص نستفو هنا يا الطابلة هنا كانوا راحوا دراري يصلوا مع باباهم في الجامع ذوق نحط الطابلة ونجرينا باش نوجد الطابلة كيجو يصيبوها واجدة هذه هي الام هذه المرة الجزيرية تتهلا في وليدتها وإن شاء الله تكونوا كامل متهليين وهذه هي الام في الدار لازم تدير هذيك الامبيانس باش ولادها يعني دو ذيك الثقافة وهذه هي سيس كي ما نقولو يخرجوا سان كمبلكس خل من يخرجوا البراء ويتشهاويتو ديروا لهم كلش في الدار يخرجوا لكم ديز أمفان إكيليبري إن شاء الله هذي هي مشيغر في الكرشا في حاجة أخرى تانيت هذا هو نقولكم تبقى وعلى خير إلى وصفة ما خير مع ألف سلامة موسيقى